حبايبي السلام عليكم محبرة معكم النهاردة على ريفيو على اجمل الاماكن اللي موجودة في مصر او الويندر نيتشرال ويندر يعني عجائب الطبيعة في ايجبت وطبعا ايجبت الحقيقة تعمر بهذه الحاجات يعني في المهم من وقع المقدمة هي من قلب العنوان وهي نفس المضوع ما تخترعش مقدمات يا طالب ايجبت هاز ميني نيتشرال ويندر يعني مصر مليانة حاجات طبيعية رائعة او عجائب طبيعية رائعة اللي حتى يعني مقدرش يعني لا ترى مش قادرين نشوفها حتى من كمية الحاجات يعني طبعا هنا الجملة دي كده في اولها متشافش شكلها مش لطيف تعال نكمل عشان خاطر تفهم نقول ايه which cannot be seen in other places يعني مش موجودة في اماكن تانية يا غالي in the over world all over the world او all over our planet حتى مش على الكوكة ونفسه انت فاهم حاجة يا طالب ممتاز طبعا الجملتين دول مقدمة قبا في الجمال يعني تحس ان انت بطل في الكواجب هي جملة واحدة واحنا ربطانهم بضمير وصل ويتش واخترت انا بقى من كل دول واحد الخارجة the خارجة oasis is one of the most wonders او one of these wonders او natural wonders واحدة من هؤلاء الحاجات يعني تفهم حاجة طالب تمام it's such sorry it's surrendered surrendered يعني محاطة surrendered by desert يعني محاطة طبعا بالصحراء في كل اتجاه زي اي واحدة عادي نقول ليه عيشة ابنين يا جماعة يعني دي واحدة في الصحراء اللي هيخليها واحدة هو المية لان اللي بيخلي الصحراء الصحراء هي المية برضا طبعا هي far from the nile وطبعا هي بعيدة عن النيج اصحى معايا عشان بس تعرف العجائب اللي في هذه الواحة it is located located يعني تقع غرب on the west اللي هو الجانب الغربي تمام الجانب الجنوبي الغربي western south الجانب الغربي مش الغربي الجنوبي تمام الجنوب الغربي اللي هي في الصحراء الكبرى جماعة او في الصحراء الغربية طبعا في مصر في ايجيبت تمام it is وطبعا هي من الريموتد بليزز او الاماكن الريموتد اللي هي البعيدة it's الحتة دي بصراحة عندي اقول لكم it's about يعني depending on او about depression انا عايز اعرفها depression يعني منخفض الواحة بتكون مكان منخفض عن بقية الارض اللي حواليها عشان كده بتوصل لها المية بشكل افضل تفاهمين it's about a depression ground يعني هي عبارة عن ارض منخفضة على مساحة 160 كيلو متر in 160 كيلو متر is long طولها 160 كيلو وبتعتمد على مياه الابار والعيون it depends on بصوا هو انا شيرت شوية عن منهج سنة تالت عدادي على اساس ان انا يعني انت عارف انت لما تكتب باراجراف كده تتنطط بيه على الناس تحس كده ان انت هو ده تخش بقى عالطالبة زميلة كتب انت الكبير اللي فيه it depends on ground water ground water ديت يعني مياه الابار او المياه الجوفية from wheels and springs wheels اللي هي الابار و springs اللي هي العيون تمام يبقى الجملة تاني it depends on ground water from wheels or springs يعني هي بتعتمد على المياه الجوفية من الابار والعيون هي غالي للاسف الكاميرا وقفت وانا معرفش فكتبت البراجراف الكامل وحبيت بقى ان انا ايه يعني اكتشفت جريمة الحقيقة فقررت ان انا اقرالكم الجزء اللي انا كتبته ويلا بنا نقرأ مع بعض it was an exile exile ديت يعني مكان منفى for the important for many important figures كانت مكان او منفى من الشخصيات المهمة في البلد في مصر في الوقت ده such as the patriarch neustrus الباتريارك النسترس الخامس وده كان في العصر الروماني in the roman era ira دي مش يعني iria ما انتقل ira بمعنى العصر في العصر الروماني it is remote place هي مكان remote بعيد in Egypt عن مصر but tourists adore adore دي بمعنى يعشق اللي فوق الحب يعني visiting it السياح بيحبوها اوي sometimes it difficult to be reaching ساعات من حيث انها صعب للوصول لها in the extreme weather يعني extreme weather يعني الطقس السيء او الطقس الاكستريم يعني حر اوي برد اوي extreme extreme دي معنى حاجة ايه حاجة over يعني there are few hotels فيه hotelات بس مش كتير to stay there or houses around it ودي من الحاجات اللي بتخلينا منظورش ليه الواحة يعني simply as it is located in Egypt ببساطة لمجرد انها موجودة في مصر المجرد انها موجودة في مصر انت ممكن تشوف انها مليانة بال palm trees these states والبلح دات are exported to many countries and local area بيتم تصدير البلح دات للدول كتير وكمان للمنطقة المحلية السلام سنقاط المشاوي